هناك تخوفات من أن تنفلط الأمور في الشارع الجزائري من يتسبب في انفلات الشعب متضامن مع نفسه في كل أنحاء الوطن بالسلمية وبالحضارية والأسلاك الأمنية ترافقه وتزغرد وتصفق معه والجيش جيش وطني شعبي هناك زمرة أذكروا هذا ولا تنسوا ما أقول لكم اليوم زمرة فاسدة من الفاسدين والمتسلطين على الملعام وزمرة من بعض الإعلاميين الفاسدين يغنون ويسفقون لهؤلاء هؤلاء أسقطهم الشعب بخراجاته لا تعتبر الشعب الجزائري أنه شعب يريد الإفساد أبدا 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 لا أتصوروا هذا إطلاقا ولا أتصور أن تتموقع الأسلاك الأمنية والجيش خارج الإرادة الشعبية هذه جزائر الشهداء الجزائر لها خصوصية ليست ليبيا وليست تونس وليست سوريا وليست اليمن على إطلاق خصوصية الجزائر هي غيرة الشعب الجزائري على حدوده وعلى وطنه وعلى علمه وسترون أن ما أقوله أنا لست يعني درويشن أو إنسان ينظر أنا أقول أن الجزائر دولة الشهداء نعم والدولة الأبطال وسترون أنه بإبعاد القوى الغير دستورية سيأتي الحل بسهولة انتخابات نقية نظيفة تخرج الجزائر من ظلمات النظام السياسي الفازد والمزور للانتخاب إلى جزائر عصرية حديثة تحب الخير للجميع وتتعامل مع الجميع في هذا السياق سيد علي ألا تخشى من أن يظلم أحد يعني الآن المطالب تزداد في الشارع الجزائري مثلا هناك من يقول لا نريد أي وجه من الوجوه التي ظهرت مع بوتفليقة ألا ألا تخشى من ذلك أنا أقول أن الشعب الجزائري عاقل وطلب سلميا بذهاب نظام فاسد وبرمزه لو يحدث هذا يرجع الهدوء والهناء وتتفتح الحوارات مع من بأيديهم الرغبات انتحم والمطالب انتحم وهو الشعب الجزائري لكن أن تستفيز الشعب بالخامسة ثم بالرابعة الممددة ثم برسالة كذلك سوريالية ماذا تقول سنأتي لكم بالخير بندوة وطنية معينة من طرفي أن الغائب والمغيب والمسيطرة عليه القوى الغردستورية هذا حرام هذا تعدي على سيدة الشعب كنوا عاقلين عودوا إلى رشدكم يا قوى دستورية يذهبوا يتركوا الشعب يختاروا يقرروا ما سيره بنفسي أنا لا أخاف وإطلاقه على الشعب الجزائري برمته اسمح لي